موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم زكريا الدرو صاحب قناة المغترع الصفير هذه الحلقة هي تسمى للحلقة السابقة التي كانت سمحور حول كيفية صنع روبوت ذكي متسبع لمساري الأسود في الحلقة الماضية تعرفنا على المكونات التي سوف نحتاج إليها ومنها بوردة الأردوينو وقمنا ببعض التجارب بوسطتها كالتشغيل الذين وإطفائه وكذلك استخدام مستشعر الموجات فوق الصوتية في هذه الحلقة سوف نقوم بصنع الروبوت إن شاء الله فإن أجلسكم الفكرة وأعجبكم الموضوع فتابع الحلقة موسيقى أصدقائي أول شيء مطلوب منها في دفتري التحملات هو سرع روبوت متسبع للخط الأسود ولذلك سوف نحتاج إلى هذا المستشعر الذي يتكون من مرسل للأشعة تحت الحمراء ومستقبل لها إذن أصدقائي هيا لنقوم بتركيبه مع الأردوينو موسيقى 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 إذن أصدقائي هيا لنقوم بكتابة الكود وصف أتركلك مربطه أسريا في الوضر موسيقى 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 إذن كما ترون أصدقائي فالمستشعر يقوم بإرسال الأشعار تحت الحمراء وعندما تتقبل لون الأبيض فإنه يصد ويتم استقبالها بواسطة المستقبل ولكن عند وجود خط أسود فإن الأشعة المرسلة تمتص عبر اللون ولا يستقبلها المستقبل وبالتالي يتوقف المحرق كما ترون إنه يعمل بشكل جيد جدا ثقائي حسب نفسر التحملات لقد طلبوا منا أن يتوقف الروبوت عند وجود عائق ولذلك سوف نستخدم هذا المستشعر وهو مستشعر الموجز فوق الصوتية ليتعرف على العائق وإذا يوقف المحرق سوف نستشعر 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 الآن أصدقائي سوف نقوم بكتابة الكود الآن أصدقائي سوف نقوم برفع الكود على الأدوين كما ترون أصدقائي عند وجود يعائق فإن المحرك يتوقف وعند إزالته فإن المحرك يشتغل إنه يعمل بشكل جيد جدا إذن لصنعي الروبوت لقد قمت بتجميع كل هذه الموارد ومنها بالطبع بوردة أردوينو موتور شيلد مستشعرين للأشعة تحت الحمراء مستشعر للموجات فوق الصوتية بضعة أسلاك للتوصيل قطعة من الأرابيسك قطعة خشبية مستطيلة الشكل القوتي لتقطع بهذا الشكل بوسط المنشار الكهربائي محركين جير عجلة حرة الحركة أربع قطعة خشبية بطاريتين بضعة براغي وأخيرا أنبو بلاستيكي للتزيين هيا لنبدأ بسم الله اشتركوا في القناة 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 كما ترون اصدقائي فالروبوت يعمل بشكل جيد جدا ويتبع التعليمات اتمنى ان يكون قد اعجبكم في انتظار يومي المسابقة تقبلوا مني فعق الاحترام والتقدير الى اللقاء